في محاولات إسرائيلية والدعاءات بطلة طول الوقت ومحاولات زاج باسم مصر في تصريحات طول الوقت من نتنياهو ومصر أعلنت غضبها من هذه التصريحات خلينا نتكلم عن محاولات إسرائيلية في تعطيل وقف النار في غزة ومصلحتها بشكل واضح خلينا نتكلم عن المصلحة الرئيسية من تعطيل اتفاقية لوقف النار طيب خلينا نشوف نلخص الأمور إذا معاك طلبت كده بشكل معادلات رياضية واحد من يميني تنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يدرك تماما أنه مدان سياسيا على المستوى الذي رأيناه ورأاه المجتمع الإسرائيلي في عقاب السبع من أكتوبر الماضي ويدرك تماما أن وقف الحرب في أي مرحلة يعني محاكمته السياسية ويعني أيضا انتهاء حياته السياسية بحكم أنه يقترب من الثمانين من العمر وبالتالي هو في الجولة الأخيرة من حياته السياسية بحكم السن وبالتالي بداية الحرب أو قرار الحرب على غزة نتنياهو أعلن وقال أننا سوف نقضي على حماس وسوف نستعيد الأسر خلال عشرة أشهر ويزيد لا قدر يقضي على حماس ولا قدر يسترد الأسر وأنا أستدرك وأقول بس هو حماس لم يستطع القضاء على حماس مش لأن حماس قوي أو لأنه كيان كبير لا هو حماس ليس كيان بقدر ما هي فكرة والفكرة لمن يعني يرتبط بحماس أولا يرتبط هي واحدة هي فكرة رفض الاحتلال الإسرائيلي هذه لأراضي العربية المحتلة هذه الفكرة في وجدان كل فلسطيني منتمي لحماس أو غير منتمي حماس هي قوة سياسية من ضمن قوة سياسية كثيرة لها أرضيات في الشرع الفلسطيني ولكن كل الشرع الفلسطيني كل الفلسطيني في الشتات يدركون أو يؤمنون في وجدانهم أنهم يرفضون الاحتلال الإسرائيلي ومن هنا لن يستطيع الأخ نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل محوثي الفكرة من القلوب نشوفنا طفلة في الجنين مسك الكعسة وماشي بيه في الشرع يغني ضد الاحتلال طفل صغير يعني ما هو دي ردا على إدراكه الغير عقلاني للأمور هو أكتر واحد بدرك أنه هو ينصو سركا للعب على كل الأطراف نتنياهو من أكتر السياسين الإسرائيلي حاليا احترافا للسياسة وبالتالي هو السابق للجميع هو يتوافق مع بعض الوزراء المتطرفين لتقوية اقتلافه الحاكم هو يدرك تماما أن وراءه قطاعات كبيرة من الشعب الإسرائيلي المتشدد نحن نتابع كمحلدين أن نتنياهو يقابل بمظاهرات من أهالي الأسرة والمحتجين ولكن هناك رأي عام أكبر يدعمه في هذه الممارسات الإجرامية ولكن دعيني أقول بشكل واضح أنني أرى أن النهج الذي ينتهجه رئيس وزراء إسرائيل وتدعمه الأغلبية الشعبية من أهل الإسرائيل أو من الشعب الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تغيب عنها أنها دعم رئيسي تتمضي في سبيل التطرف ومزيد من الدماء